إذا انت منعشاق التطبيقات الخاصة بالأفلام والمستسلات وكذلك الأنيمي وكذلك قنوات البت المباشر الرياضية والتقافية فاليوم جبنا لكم كود عبارة عن متجر لتقدر تديره في تطبيق دولودر وغيرتك مكتبة هائلة من التطبيقات التي ذكرنا لكم في الأول فإن شاء الله أخوتي سأزوحنا إياكم إلى جهاز تلفاز نريكم أول شيء طريقة تنزيل بتطبيق دولودر وكذلك نعطيكم هذا الكود هدايا وإذا عجبك هذا الفيديو هذا ستجد منه بواحد لايك إذا ممكن مشارك فالشارك في القناة وفعل زر الجرس ودير معكم بطلاج لهذا الفيديو هذا باش يستردنه وحده آخر مشاهدينا أهلا وسهلا بكم نحن دابع أمام تلفازينا فأول حاجة غنديرها فغامشيوا لجوجل بلاي البلاي ستور هنا وندخله ومشيوا للمكان البحث ونقوموا بتنزيل تطبيق دولودر في حالة ما كنت منزل تطبيق دولودر فغتسكيب بهذا المقطع هذا فحنا سنشرحه للإخوان المبتدئين فغنجيو هنا يا الشاش ونكتبه حرف D مورها أو ونزيد ونكتبه W ونجيو هنا يا ونضع الشاش ونظهر معنا التطبيق فهذا هو تطبيق ديالنا هذا هو شكل الإيقونة دياله ونقوم بتحديد حرف D ونجيو مكتوب دولودر ونأتي هنا ستجد تطبيق دولودر ونقوم بتطبيق دولودر ونقوم بتنزيل تطبيق على جهة السلفاز فهو تظهر لك هذه الواجهة ستجد تطبيق دولودر فنحن نخرج بهذا المكان ونقوم بتحديد مكان البحث ونقوم بتحديد تطبيق دولودر الحركة من قبل على فتح أن نضغط على كفل ونضغط على زرد OK ونضغط على زرد OK حتى نحن نضغط على هذا الشكل وهذا هو ونضغط على زرد OK ونضغط على زرد OK فمن تلقى هذه المفعلة سوف توقفها سوف نضغط على الخانة الأولى مرحباً ونضغط على زرد OK ثم سوف نظهر الجميع التطبيقات التي أريدها الصلاحية فتطبيق دولودر غير مفعال تجد هنا مكتوبة نقطة غيزة غير مفعال ستجد هذه الكحن ستردها بالزرق ستضغط على زرق ستقوم بزرق فعطينا الصلاحي للتطبيق لكي نزل من التطبيقات تخرج بحالنا ومشي للأكو ثم ستأتي هذه العلامة وتضغط عليها وتختار تطبيق دولودر لكي يخرج لك الواجهة فهو تطبيق دولودر نقوم بحالنا ثم فتخذ تطبيق دولودر ستدخل هنا هنا نضعNS لديه المستطيل ليس لهذه المستطيل الآمن الأصفر ونكتبه الكود اللي عبارة يقوم بวد هذه المستطيل المستطيل بعد اضع الزرق سوف يجبنا هذا المستطيل الذي يوجد مكتوبة سوداء باللون الأسود ونضطه على زرد وننتظر فقط قليلا سوف يحولنا إلى المتجر الذي قلت لكم سوف تجد فيه العديد من التطبيقات سوف ننتظر احتسالي هذا العد التنازلي وهذا هو المتجر كما تشاهدوا معنا سوف تجد فيه للأسف لا أستطيع أن نبين لكم خطي التطبيقات على حساب الحقوق والسياسات في اليوتيوب فقط سوف تغنيك على الأكواد التي قدمناه في القناة وأهم ميزة في هذا المتجر فهو دائما بتغيير البيانات يعني عندما تغيير البيانات فكذلك يغييرهم خطي وصلنا إلى نهاية الفيديو ستجدنا معك واحد لايك لا تشارك في القناة وفاعل زر الجرس وكذلك سوف نقوم بتطبيق هذا الفيديو لكي يستفيد منه واحدة آخر